عائلة سعي قدورة في الجزائر خلال الأهدى الأثماني السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات أولا سعي قدورة بلغ نفوذ عائلة قدورة في الجزائر أنها تولت لإفتاء المالك بالجامعة الكبير بالعاصمة أرسل منطان بدون انقطاع وكان مؤسس هذه الأسرة علميا هو الشيخ سعيد بن إبراهيم قدورة الذي تولى الإفتاء سنة 1028 هجري واستمر فيه إلى وفاته سنة 1066 هجري ثم تولى ابنه محمد بن ذاية التاريخ إلى وفاته أيضا سنة 1107 هجري ثم خلف واخوه أحمد الذي استمر في الإفتاء من هذا التاريخ إلى مرتله سنة 1118 هجري وبعد انقطاع تصير تولى الفتوى أيضا ساعد بن أحمد قدورة من سنة 1122 إلى سنة 1129 هجري ثم تولى الإفتاء آخرون يتصلون بعيل قدورة بالمصاهرة مثل عبد الرحمن المرتضى الذي كان ابن أخت أحمد قدورة وإذا كانت بداية هذه الأسرة في وظيفة الإفتاء السعيدة فإن نهايتها كانت مأساة فقد لعبت السياسة لعبتها القذرة واتهم أحمد بن سعيد قدورة بمعاداته للباشا محمد برداش فحكم عليه بالسجن ثم بالموت خنطا فمات موت حزينة ولكن هذه لم تكن طل النهاية لهذه الأسرة التي لعبت دورا بارزا في شؤون الجزائر السياسية والعلمية والدينية وكانت التهمة الموجهة إليه أنه له يدا في نف برداش عندما كان ما يزال موظفا في حكومة الباشا السابق له حوسين خوج الشريف ورغم شهرة برداش بترضي العلماء فإن انتقامه من أحمد قدورة يعتبر نرطى السوداء في مسيلته وهو نفسه تطوت لقتل شاني على يد المنطلب عليه ولا ندري بالضبط مات ولا أين ولد سعي قدورة فهو لم يفكر ذايته في ترجمة حياته التي سنتعرض لها وابن المفتي الذي كان معجبا بفضله ولم يتن معاصرا له وإنما كان معاصرا لأبنائه وأحفاده لم يرزم في الموضوع فقد قال مرة أن سعي قدورة قد ولد لوالديه بمدينة الجزائر بعد انتقالهم إليها من قدورة القريبة من جزيرة جربة على ساحل تونس وقال مرة أخرى أنه والده لأبوي في قدورة ثم جاء به أبوه إلى مدينة الجزائر وهو صغير السن ومهما تانى الأن فإن نسبه هو سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن وشهرته قدورة وقد يشتهر أيضا بنسبته الجزائري ولا ندري متانة صناعة والده قبل قدومه إلى الجزائر ولا سبب مجيئة إليها غير أننا نعرف من بعض المصادر أنه أصبح فيها فرانا أو خبازا وهي حرف لا علاقة لها بحرفة المتعلمين ولعل تعلق الدورة فيها بالتجارة قد ورثه من والده ومن تقاليد أهل جربة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بأرت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد